السلام عليكم ورحمة الله واقل شعيب معكم في فيديو جديد أهلا وسهلا فيكم جميعا وفيديو الأربعاء مثل العادي هو عبارة عن أسئلي وأجوبي عندي مجموعة من هذه الأسئلية أنا حابب أعرضون مع العلم أني أنا جاوبت علي بالتعليقات بس حسيتون أنه ممكن نتهم ناس تانين ما كتير بيجوز ينزلوا على التعليقات وبيقروا فممكن يوصلون للجواب عن طريق مشاهدة هذا الفيديو راح نشوف شو هني الأسئلي بعد هذا الفاصل بس على فكرة الفاصل هالمرة راح يكون شيء مختلف عن العادي خلينا نشوفه وبعدين بحكي لكم عنه معاكم أخوكم محمد يونيس من الساتني بألمانيا اليوم قررت روح على البحر بأمستردام ليش أنا قررت أترك ألمانيا هلأ بعد تسع سنين وهاليا ترى الانتقال إلى بلد أجنبي أو أوروبا خلينا نقول هل هو المكان الصحلي وستير موسك أو مسجد آيا صوفيا أنا هلأ أمامه بمدينة أمستردام قل إياها بالحرف الواحد شو أنت السوريين هلأ صرتوا ألمان شو نسيتوا حالكم صرتوا هلأ أوروبيين الفيديو اللي شفناه هو لشخص اسمه محمد يونس سوري معه جنسية ألمانية ويمكن بارم نص الأرض الشخص هذا عنده كتير معلومات عنده كتير تجارب عايشة وهذا الشيء أنا كتير حبيته كونه أنا كونه فيه شيء مشترك بيناتنا اللي هو إنه اختلاف الثقافي هو لا يعني إنه الشخص الآخر على خطأ وإنما هو ممكن شيء جديد الواحد يتعلمه ممكن يقبله ممكن لا بس هذا لا يعني بأنه هذا شيء خطأ أو شيء غلط فهذا الشخص كتير بيذكر معلومات عن مكان معين عن أرض معينة عن شعب معينة عن ثقافة معينة وبيذكرون وكمان بيجاوب على الأسئلة بيحكي بالتفصيل عن الأشياء بتكون موجودة الشخص غالبا ما بيكون لايف هلأ هو حاليا بمصر الناس اللي عندهم اهتمام بالإقامة بمصر ممكن كمان يسألوه ويستفسروا منه عن كل الأوضاع اللي حالي بمصر رح أترك رابط قناته على اليوتيوب بصندوق الوصف فيكم كمان تروحوا لعنده وتشوفوا المحتوى اللي عنده كتير حلو كتير ممكن يفيدكون كتير ممكن تستمتعوا فيه خلينا نبلش ونفوت فورا بموضوعنا لليوم والسؤال الأول معنا من أبو حيدر النويصر بيقول كابتن إذا سجلت بنادي وأصير ألعب بطولات بدي كم سنة لأصير ألعب بطولات عالمية شو بعدين للأشبال مدرب يصير الأشبال مدرب يصير أطفال يلعبوا بطولات عالمية والله ما فهمت التركيبي تبع السؤال مصبوط بس حسيته هو سؤالين بسؤال واحد رح حاول جاوب عليه أول شيء المددي اللي هي بتقدر أن تشارك بطولات يعني أنت فتت على نادي وسجلت فيه وكان فيه ببالك أنك أنت تصير لعب بطولات هذا الشيء لا أنت فيك تحكم عليه ولا أنا فيني أحكم عليه أنا ما بعرف هذا الشيء بيعتمد على كتير أمور منها المدرب جهدك تمرينك استجابتك استجابة جسمك للحركات استجابة عقلك لأستيعاب الحركات الأصص هاي كلها تبتلعب دور فممكن بعد خمس سنين تحسين أنت تقدر تشارك بطولات وممكن بعد سنة وممكن بعد عشر سنين وممكن بعد عشر سنين ما تقدر ما تصح لك الفرصة تمام فما فيني أعطيك جواب محدد لأنه بيعتمد على كتير أمور ولكن الواحد بيمر بعدية مراحل أول شيء بده يكون مثلا جيد بالمكان اللي هو فيه يعني أنت تكون الجيد في أصال اللي أنت عم تتدرب فيه تقنع المدرب فيك تمام بعد المدرب يصير بيأخذك لمراكز تاني يخليك تشوف الناس كيف عم تتدرب المستويات تابعهم وتبلش شوي شوي بالبطولات يعني ما الواحد بيفوت بيعمل سنتين وخلاص بيرو عن منتخب وطني ما فيه هيك شيء بده يبلش أول شيء ما بعرف شلون الترتيب عنكن فيه بطولة محافظة بعدين فيه بطولة جمهورية بعدين فيه انتقاء منتخب بعدين فيه منتخب وطني بعدين فيه معسكر بعدين فيه بطولات برا يعني فيه يعني أمور تتدرجة شوي شوي تمام فللأسف ما فيه جواب بيحدد هذا الشيء غير عملك وجهدك بس الشيء الثاني انه الأطفال او الأشبال يروحوا يعمل بطولات دوليين نعم فيه هذا الشيء بكل مكان هون بألمانيا فيه بطولات من عمر الست سنين ولحد زائد خمسين يعني فيه كتير ناس بيقولي انا عمري اربعين سنة وبيدي يبلش كرتين بلش ما فيه مشكلة يمكن بعد سنة او سنتين تعمل زائد اربعين تمام؟ وهذا هاي فئة من الفئات كمان بعمر متأخر مثلا حبوا يلعبوا كرتين او حتى بعمر صغير عم يلعبوا وبيمارسوا الكرتين كهواي ويروحوا ويتستمتوا علماء بيشاركوا هيك بطولات فيه زائد خمسين في زائد ستين تمام بالعمر يعني انا بقصد اذا كنت في اي دولة عربية حبيت تشارك فيه بطولة دولية او عن ملاي الاشبار للعبين اللي عندكن مثلا مو غلط بس هذا الشي رح يكلف لنفترض فيه بطولة فيه المانيا دولية بدك تحجير استيكيتات لاطفال بدك موافقة الاهل بدك جوازات سفر بدك ايقامة بدك يعني موضوع مكلف مو سهل وهذا اللي هي التكلفي بشيله عادة هو المركز او النادي او ممكن الدولة اذا هي باعتي الاطفال ببعثي رسميه فالموضوع مكلف ما بظن الدول العربية عندهم استعداد ليعملوا هذا الشي للأسف والشغل الثاني هي انه ممكن ننشر بطولات بالعربي للأسف ما في اعلام عربي انا هذا الشي كنت عاني فيه ايام ما كنت بسورية وقت كنت الالعب بسورية كنت ندور على القنوات مين نعمل بطولات كارتي ما في للأسف ما في الا البطولات القوية جدا مثلا بطولة عالم استضافتها دبي بيوم من الايام هاي تم نشرة حتى التعليق تبعا ما كان بالعربي ممكن يكون بس ما في للأسف ما في فمشان هيك للأسف ما في بطولات بالعربي بأغلب الوطولات الدولية عم تكون هي بتعليق أجنبي والسؤال الي بعده من جود جود يا جود كاتب لي على الاخر فيديو نازل باللغة الالمانية كاتب لي درس باللغة العربية بيعكون أفضل نفس الدرس موجود تماما باللغة العربية بس ينتهي هذا الفيديو رح تطلع قائمة على يمين وقائمة على اليسار قائمة كاراتيه باللغة العربية وقائمة كاراتيه في اللغة الألمانية كمان بالفتر بهالأيام هدول عم ينزل فيديوهات تعليق الصوت تبع المعلق ياباني يا جماعة أي فيديو بتشوفوه بإمكانكم تشغلوا الترجمة التلقائية وتختاروا اللغة العربية منها ممكن ما تكون صحيحة مية بالمية بس أقل شي ممكن أن تفهموا عن شو عم يحكي الشخص أو عن شو عم يحكي الفيديو وكمان السؤال اللي بعده كمان من حيدر نواي سرع بيقول مدرب لحد الآن عم تعمل دورات ش قد تكلف والله أنا حالي أنا موقف مع بعمل دورات لأنه حسيت الدورات الأونلاين يا أما بدي أعملهم ونظلم أنا فيهم يعني رح أخسر وقت من شغل اللي أنا بكسب فيه دخل لإني أدفع أجار البيت وإدفع كهرباء وبنزين للسيارة وهالأصاص هاي أو بدي أطر أخذ مبلغ يعوضني من الناس اللي أنا بدي قعد معهم ساعة زمان أو ساعتين زمان بالدرس وخليني أقول إذا أنا قلت لشخص عربي اشتراكك 10 دولار بالشهر يعني شخص من سوريا مثلا حابه يتدرب عندي 10 دولار بالشهر جريمي ما بيقدر مبلغ كتير كبير بالنسبة له ولو إنه 10 دولار هني لا شيء بس بس بسوريا بتعمل كتير بلبنان بتعمل كتير بمصر بتعمل كتير فمشان هيك للأسف عم يكون مثلا عبقول أو 5 دولار مبلغ كبير يعتبر الواحد بيقول لك أنا ما بيدفعهم شأنه نواقف قدام الشاشة وإنما هون كتير بيعملوها هون بألمانيا أنا عب بعمله أنا عب بعمله للنادي تبعي كونه كورونا وما في تمرين ما عم نقدر نجتمع بالصالح فأنا عب بعمله للمركز تبعي اللي أنا بدرب فيه حتى منتخب بايان أنا بلعب بمنتخب بايان حتى هو عملنا تمرين أونلاين ونحن بنجتمع وندرب أونلاين هون الدنيا كله هيك صايرة ولكن أنه يا أما أنا بديجي أعمل ببلاش هالساعتين ثلاثة رح يروحوا هيك وانا في عندي كتير التزامات لازم اشتغل فيهم آآ أو آآ بدي يكون مبلغ كتير كبير بالنسبة للأعطاء والله أنا ما عندي مشكلة يعني أنتم ممكن ممكن إذا كان في اتفاق على هذا الشيء أنه أتلاق أربعة خمسة عشرة تتفقوا على بمجموعة وحدي وتجمعوا الاشتراك بين بعضكن والله أنا ما عندي مشكلة أحب على قلبي والله ساعتكن بس حياة صعبة الغربة صعبة ولأخي صعبة كتير والسؤال الأخير اللي بيتكرر كتير كتير بيتكرر هل الكاراتي تنفع بالشارع أم الكيك بوكسنج أفضل؟ يا جماعة الخير يمكن بدي عيدوا أنا للمرة المليون الكاراتي كيك بوكسنج موات تاي شو في ألعاب كمان؟ مصارعة حرة اللي بتكون يا كل الألعاب القتالية الجيدة أنت شو بتحب؟ وأنت شو بتعمل؟ أنا بيجي واحد الكاراتي لعبة نقاط إيه؟ لعبة نقاط بالبساط لما بيكون في منافسة ببطولة بس أنت الحركة نفسة اللي بتتعلمها أنك تشتغلها تاخدها كنقطة كمان تشتغلها لحتى تأزي فيها خصم معين تمام؟ الحركات الدفاع عن النفس بتتأخذ الواحد بيتعلمها في المبدأ بيتعلمها وبيتعلم بقى كيف بيطبقها يا أما بالحقيقة يعني يا أما بده يأزي خصم يا أما بده يتعامل مع خصم ليقدر يحصل منه نقطة ويقنع الحكام بقى حسب قانون كل لعبة هاي وجهة نظر وجهات نظر ممكن تنحكى ولكن لما ما بيكون في قواعد لما ما بيكون في حكام وشغلي بتكون قصة حياة أو موت الفن القتالي ما بيلعب دور أكتر من أنه اللياقة البدنية للشخص قوة التحمل تبعه القوة بنيته يعني فيه أشياء تاني بيعتمد علي الموضوع أكتر من الفن القتالي فشوف أنت شو بتحب لأن كل الفن قتالي بيتميز بشيء شي بيتميز بالسرعة شي بيتميز بالقوة شي بيتميز بالخفة كل الفن قتالي وقوله جمالي تشوف بس أنت الشي وين أنت بتلاقي حالك وقول الله لا توقف بس يا جماعة هذا كان كل شي لليوم إن شاء الله يكون اليوم درد فدتكم ولو بشيء بسيط إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للفيديو اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد راح يطلع لكم كمان هون رابط قناتي تابع الألعاب عملو لكم الزيارة علي عم منزل عليها كتير شغلات حلوية نلتقى بفيديوهات جديدة إن شاء الله سلامت